سلم وزير الخارجية سامح شكري رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس الكني واليام روتو تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على الصعيدين السياسي والاقتصادي وأهمية استمرار التشاور بين البلدين في مهجهة التحديات الإقليمية الرهنة جاء ذلك خلال اللقاء وزير الخارجية مع الرئيس الكني في العاصمة نيروبي حيث أكد شكري اهتمام مصر بدعم وتعزيز التعاون مع كينيا وزيادة الاستثمارات المصرية في القطاعات التي تمثل أولوية للجانب الكيني وأهمها مجالات البنية التحتية والإسكان كما تناول اللقاء تطورات الأزمة في قطاع غزة ودعم مسارات التحرك اللازمة لإنفاذ التهدئة كما تطرق للمستجدات على الساحة السودانية وجهود التوصل لحلول ناجزة للأزمة فضلا عن بحث المخاطر المتزايدة للتوترات الجارية في البحر الأحمر وتبعاتها الجسيمة على أمن وسلامة الملاحة والتجارة الدولية ترجمة نانسي قنقر